فرقية من أولوياتك دائماً وأيضاً يعني أنت يعني تعلم جيداً فرص الاستثمار الواعدة فيها ماذا يحمل الرئيس في جعبته من أو في حقيبته من فرص استثمارية للقرة وماذا تحمل هذه القمة من فرص تسويقية أيضاً للقرة السمراء طبعاً في البداية خلينا أقول أنه هذه القمة تأتي وسط ظروف صعبة جداً للغاية للاقتصاد العالمي أو لمجتمع المال والأعمال العالمي ويمكن فيه تحديات شديدة وربما الأقويل والتصريحات القادمة من باريس بتؤكد أن هناك يعني نارين أحلى هما مر نار التغيرات المناخية ونار زيادة معدات الفقر تضخب العالم وهنا يعني هذه القمة حملت ثلاث محاور أساسية محور يتعلق بالمناخ ومحور يتعلق بالحد من الفقر ومحور يتعلق بعيد هيكلة الديون وهنا خلينا أكلم الناس وأعرفهم يعني إيه التمويل العالمي الجديد ذلك النظام الذي تم إقراره في اتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 واتصدقت عليه 61 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وربما نتائج مؤتمر قوب 2015 حمل للعالم قرارات لم تنفس حتى الآن وهو أن كان هناك اتفاق أن 7% من النتج المحلي الإجمالي لدول العالم تقدم لابد أن تعطى لمساعدة الحد من الفقر والتلات المناخية في دول العالم النامي أو الذي لديها معدل فقر عالي خلينا أقول أنه هناك أسباب ومسببات صعبة في هذه القمة تحديدا لأنه حجم الخسائر النتيجة عن الكوارس الطبيعية في العالم بلغة 300 مليار دولار وأنه في زيادة 11% في الناس اللي لديها فقر مطقع وسط من 70 مليون نسم على مستوى العالم وأنك 400 مليون في العالم لا يتم تطعونها برعاية صحية هذه القمة اللي فيها يعني ربما 100 دولة تحضر ممثلة بحكومات ورؤساء دول 50 رئيس دولة 120 منظمة حكومية نتكلم على 40 منظمة دولية هناك 40 جالس حوارية فرعية في هذه القمة و20 رئيس أفريقي الحوار هنا يتعلق بالاستثمار والتنمية وفي مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات البنية التحتية القدراء وربما مشاركة مصر ومشاركة السيد الرئيس جاءت في إحدى أيضا المواعد المستديرة تتعلقت بعنوان الطريق الجديد في شراكات النمو الأخضر وهنا ردل على سؤالك أن هناك عديد من المشروعات المتعلقة بشراكات النمو الأخضر والاستثمارات في المشاريع الخضراء وفي البنية التحتية هذه القمة جاءت في وقت يعني ربما العالم يحتاج كما ذكر السيد الرئيس الفرنسي إيمانو الماكرون إلى صدمة مالية عالمية نحن نحتاج إلى عدة هيكلة النظام المالي العالمي الجديد وربما فقراء الدول النمو لديهم بحثا عن تمركز جديد في النظام المالي العالمي الجديد الذين يطمعون فيه أن يكون هناك نظرة فيها عدل وفيها حلول فاعلة للفقر في هذه الدول بشكل جيد وبشكل ومنهج هذه القمة تحمل أهداف أيضا هناك أهداف كثيرة عن ربما إعادة هيكلة هذه الديون والبحث عن آلية لهيكلة الديون للدول النمية ربما هناك مناقشات حول ضرورة فرض ضرائب دولية على مشاريع أو على البعثات الكربونية وفيما يتعلق تحديدا في النقل البحري ربما هناك أيضا إعادة النظر إلى توفقات بشأن مواجهة النظام العالمي الحالي الذي يدير أصول حجمها 300 تريليون دولار لكنه خلف كل هذه التحديات في 59 دولة نمية أعتقد أن الجانب الأفريقي وقارة أفريقيا تحمل القسم المشترك الأعظم من هذه الدول التي تتمتع بمعدلات صعبة جدا للغاية في معدلات دخل الفرض هنا بنتكلم على اجتماعات صنائية واجتماعات عامة وجلسات حوالية موازية حتى نستطيع أن نصل إلى ما هي الألية للمشروعات الحقيقية للتنمية المستدامة ربما أيضا هناك مشاركة للقطاع الخاص على مستوى العالم هناك أكثر من 70 شريك من القطاع الخاص متوجدين في هذه القمة العالم القادم يتحدث حول منظمات الأعمال والمجتمع المدني الغير حكومية والقطاع الخاص وكيف يكون لهم أيضا دورا فاعلا في إيجاد حلول تطبيقية على الأرض لفتح الأفاق أمام فرص عمل في مشروعات تنمية مستدامة ومشروعات قضراء للحد من الفقر والحد من هذه الأدمات المتراكمة الكثيرة التحدي العالمي ربما التحدي كبير الحديث عن عالم متعدد الأبطاب له قواعد سياسية وقواعد حكم مالية وأنظمة مالية حديثة هو حديث الساعة ربما هناك تغيرات تحدث كل فترة هنا اجتماع السادة الرأساء مصر ذاهبة وذهبت دايما إلى باريس معها وفي جعبتها العديد من الأطرحات التي تحمل الأمل للعالم والدول نحن نقدم للعالم نموذجا في عادة الهيكلة حدثت في مصر فيما يتعلق بالبنية التحتية نقدم ما خرجنا به من توصيات في كوب 27 ومؤتمر قمة الأطراف تغيرات مراقية في شرم الشيخ ربما الحديث أيضا عن فرص استثمارية وعيدة لدينا في مشروعات التصدر الأخضر في متراكة تصريكات سويس وفي بعض المشروعات الخاصة بالطاقة والمتعلقة بالطاقة النظيفة ربما أيضا نمهد لقمة كوب 28 القادمة في الإبارات وربما أيضا الحديث الآن في أروقة هذه القمة في باريس عن حلول فاعلة ربما تعرض على قمة جي 20 القادمة في الهند أعتقد من وجهة نظري أننا كنا في حاجة مسا إلى الحضور الجيد والحضور الذي يحمل أهمية شديدة ربما أيضا هناك من أفريقيا يوجد أكبر منظمة تمويل للبنية التحتية في أفريقيا وهي بنك التنمية الأفريقي الذي أعلن بعد قمة المناخ في شرم الشيخ عن تحالف البنية التحتية الخضراء اللي هيبدأ بـ 500 مليون دولار وربما يصل إلى 8 أو 9 مليار دولار للمشروعات البنية التحتية في القرى وهنا رسالة إلى شركات القطاع الخاص الموجودة في الدول النامية واللي موجودة في الدول الراغبة في التعاون مع شركات القبرى الموجودة في الدول المتقدمة في مشروعات الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة أعتقد أنه مثل هذه الاجتماعات بتكون مهمة جدا يعني ما بقاش موجود في العالم ما يمكن أن نخفيه من مشاكل للنظام المالي العالمي الحالي وكيف يمكن مواجهة هذا النظام وكيف يمكن إيجاد حلول فعالية على الأرض لهذه المشكلات المتواجدة يمكن شفنا تركيز السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على موضوعات كثيرة هامة أو تهتم بالدول النامية هل ده متعلق بأهمية تعزيز خليني أقول الجهود الدولية لتيسير تدفقات المالية المطلوبة في ظل ما تعانيها هذه الدول من طبعا مشاكل اقتصادية كبيرة بكل تأكيد يمكن إحنا كتن مصر يعني خليني أرجع شوية أنه في مؤتمرات عام 2018 و2019 كانت مصر سباقة يمكن ربما حديث السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الاستثمار اللي كنا بنحقدها في مصر في 2018 و2019 وأيضا مؤتمرات البنوك المركزية الأفريقية وكل المؤتمرات الدولية اللي عقدت وصدفتها مصر كان هناك رسالة من الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي إلى كافة البنوك والنظام المالي العالمي واجهات الاقتمال واجهات المنح الخاصة بالبنية التحتية بدورة البحث عن آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول النامية بقروض بظروف معينة وشروط معينة خاصة حتى لا يتم ثقل هذه الحكومات بالعديد من المشكلات المتراكمة حتى لنصير في حلقة مفرغة وبين مشاكل الحكومات من التمويل والبحث عن مشروعات البنية التحتية وهي الطريق المؤدي إلى مشروعات الاقتصاد الإنتاجي وهي الطريق المؤدي إلى اقتصاد مستقر واقتصاد مصدام فإحنا كنا داعيين لذلك أكثر من مرة في مصر الرسالة خرجت من مصر في 2018 وفي 2019 وحتى في قمة حقدت في باريس في مايو 2021 القمة تتعلق بالتمويلات قمة التمويلات للاتصادية الأفريقية وكانت بتتحدث عن دعم السودان في محطة الانتقالية في مايو 2021 وإسقاط بعض ديون الدول النامية الآن أيضا عدنا إلى الحديث إلى إسقاط بعض الديون عن الدول النامية وتوفير قنوات لتوفير اقتمان قوي سواء على مستوى المشروعات البنية التحتية لبعض الدول النامية واللي أعدادهم أكثر من 59 دولة الآن في العالم الأمر الثاني البحث عن أليات تسويق أو تمويل وتسويق لبرامج تمولية لدور القطاع الخاص ودخول البنوك الاقتمانية متعددة للأطراف في دعم مشروعات القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمطنية الصغر وهذه الطريقة المثلة لحلول في محاربة معدلات الفاقر نتحدث كما ذكرت في البداية عن زيادة بنسبة 11% في نسب الذين لديهم فقر مدقع 70 مليون نسبة في العالم أنا بتصور أنه النظام المالي العالمي الجديد وربما يعني كلنا سمعنا عن هناك اجتماعات قادمة خلال أسابيع عن مجموعة البريكس وأعتقد أنه هناك 13 طلب من 13 دولة متقدمة لخمس دول أوريدي هم تحالف البريكس اللي نشأ في العالم من أنزوه 2009 فهناك ربما هذا الكلام اليوم وحتى كلمة الأمين العام للعومة المتحدة عن تحديات وربما تحمل عبارة صريحة عن فشل النظام المالي العالمي الحالي ده ربما يؤسس لكلام جديد سنسمعه وسوف نراه في اجتماعات البريكس القادم الحديث عن نتائج جياحة قورونا ومشاكل جياحة قورونا ونتائج الحرب الروسية الأقرانية والتحديات الخاصة بالتمويل في العالم كلها تحديات تؤكد أننا ما زلنا أمام مراحل جديدة لرؤية جديدة في النظام المالي العالمي القادم ربما تخرج اجتماعات البريكس التي تصادفها جرب أفريقيا بنتائج وبموضوعات وبعملة ربما جديدة يسعون إلى تطبيقها تغير ملامح توزنات تغير ملامح تقلل من سعر الدولار الأمريكي إذا كنا متخيلين أننا نبحث عن حلول للدول العالم النامي العالم يقين هناك مشكلة كبيرة جدا في اقتصاد العالمي ما فيش أدنى شك أنه ما يحدث ويمكن ربما اللي بيشاهدونا في مصر ولازم يعرفوا أن اللي حصل في العالم العالم أكتر من 85% من سكان ركولة الأرضية متأثرين خلال أكتر من 18 شهر ربما هناك دعوة في هذه القمة من أمين العام المتحدة عن ضرورة بحث عن حلول فاعلة لإعادة هيكلة هذا النظام المالي العالمي في 18 شهر أو 24 شهر حتى نستطيع أنها نعمل إعادة الانتعاشة لتيسير الاتصاد العالمي أعتقد أن فيه تحدي كبير جدا بيواجه كل المسؤولين عن ربما الاتصاد أو ربما المالية في العالم أعتقد أيضا الحضور الكبير في هذه القمة يعني ألمانيا موجودة السعودية موجودة سمو ولي العهد أعتقد وزير المالية الأمريكية موجودة وتحدثت أننا سوف ندعم أي اتجاه يرفع كاهر الديون أو يلغي بعض الديون عن دول العالم النامي هذا صوت لم نكن نسمعه أيضا من مؤسسات الرأس المالية أو النظام المالي العالمي الحالي فيه كلام ربما مختلف في هذه النظرة دكتور يوسي خليني أكون مواضح مع حضرتك العالم الآن يعاني من وجوده عملة واحدة في ما يعرف بنظام السوفت البنكي أنا النهاردة باستورد حاجة من الصين أنا بدفع فلوس بالدولار وهي بتستقبل بالدولار وإحنا الاتنين بنفيد اقتصاد مش بتاعنا والحديث دلوقتي عن عملة موازية اللي هي عملة البريكس اللي هي ربما تدخل بنظام سوفت بنكي جديد يقلب موازين يعني سنوات طويلة جدا من البريتون وودز الاتفاقية الأمريكية لهذا الأمر هل تعتقد ومصر تقدمت بطلب رسمي لأن الصين تحتاج إلى يعني استثمار مواردها في طريق الحرير وقناة سويس تعتبر من أهم المجار الملاحية لهذا الأمر فرص نجاح البريكس قدي خليني أبقى يعني أكثر وضوحا مع حضرت أنا في وجهة نظري أن الفرص بتتزايد في نجاح البريكس ربما معدلات نجاح اجتماعات قمة البريكس القادمة والتوجه إلى نحو إنشاء نظام عالمي جديد فيما يتعلق تحديدا بالاقتصاد وهتكون الفرصة مرتفعة جدا أنا شايف أن المعدلات وصلة فوق الـ 70% لسببين السبب الأول أن هناك رغبة عالمية سواء من دول العالم متقدم أو من دول العالم نامي من شعوب هذه الدول حول رفض النظام المالي العالمي الحالي بكل ممارساته لأنه كانت النتائج كارسية تضخم على أمريكا نفسه اعتراف سيد أمين عام الأمم المتحدة في باريس مبالح مباشرة أنه نحن عندنا بأن ندير أصوك مليار تريليون دولار لكن النتائج على الأرض صعبة جدا معدلات تضخم نسب بطالة معدلات فقر مشاكل حتى كل ده عشان وراء حتى بالظبط الأمر الثاني أنه ما كانش ينفع يستقيم العالم اقتصاديا بأن الدول لديها خمات تقودها دول تصنحها وترجع تباعها في أسواء قزية الدول إلى قيام الساعة مش هينفع إطلاقا توزيع ما بين السراوات والقبل المضافة والساعة الأولية وعادة إنتاجها لهذه الأسواق الحاجة الثالثة والمهمة جدا أنه ما يحدث في البريكس أو ما يحدث في التحول في النظام المالي العالمي الجديد أو في قواعد الإدارة في العالم والزهاب إلى عالم تعد الأكتاب أنا من وجهة نظري بدأ من 2001 يعني الحديث يعني إحنا جئين في مراحل وسلاسل مختلفة جدا لأنه الحوار ما بين بس الحاجة أم الاختراع دلوقتي بالزبط النهاردة يمكن الظروف اللي العالم يمر بيها من 2018 وإحنا جئين سرعت عجلة البحث عن الخروج من هذه المشكلة أو هذا النظام اللي صعب جدا أفضل متواصل معه تخلينا بقى سألهم حضرتك أنا لو حطيت النهاردة البريكسي في سلة العملات وعملت النظام سوفت بنك هيظل الدولار طبعا في سلة العملات بس حتنخفض قيمته لأن يعني حيبقى الطلب على الحاجات اللي مفروض عليها بالدولار بس أنت بس هتقلل هيمنة الدولار وهيمنة الأولى مرحلية مرحلة الأولى أنت النهاردة معاك بنتكلم على خمس دول موجودة في بريكس في 13 دولة خلينا أقولك على خبر مهم جدا أنه اقتصاد دول بريكسي الحالي لأول مرة في إبريل 2023 يتفوق على اقتصاديات مجموعة السابع الصناعية ده وصل ل31.5% من اقتصاد العالمي السابع كان 30.7% بتتكلم على خمس دول بمستور 2.2% من سكان الأرض لو تضم التلاتاشر وبتكلم عن مين بتكلم على السعودية بالطاقة بتكلم على إيران بتكلم على الجزائر في أفريقيا بتكلم على 13 دولة 13.5-19 انت بتنتقل إلى نسبة تتخطى أكتر من 65% إلى 70% من اقتصاد العالمي المرحلة الأولى أو ما سوف يحدث في جنوب أفريقيا أو ما هو مطروح للحوار والنقاش ربما ستؤثر على تقليل هيمنة العملة الدولارية في العالم مرحليا لأن انت النهاردة لازم يكون عندك موجودات وأصول ومنتجات تتحرك بين هذه الدول تخليك ما انتش قادر تستخدم أو ترجع تعود للدولار وبالتالي هتبدأ تنشئ منظومة تجارة جديدة دولية هيبقى فيها كلام جديد مختلف هيبقى في كل الأنظمة المعمول بها سواء في التفاقيات جمهوركية دولية في التفاقيات تحالفات كل دي ربما ستشهد تغيرات خلينا أقولك اتفاقية الإسيان اللي موجودة فيما بين الصين وبين دول جنوب أسيا ودخل فيها كمان استراليا والدول دي بتشتغل بمنظومة فيها يعني تعريفة جمهوركية مخفضة وبعض الساعة ما فيهاش جمالك خالص يعني متشهلة تماما لو دخلت الإسيان مع البريكس في منظومة وكل واحد دخل بشتركاته أنت تتحدث عن الآن وربما سنشهد أنا رأيي الشخصي في الأعوام والشهور القادمة كثيرة جدا من التغيرات يعني أنا شايف أن النظام العالمي الآن ربما يرفض الأدوات السياسية والاقتصادية شكل أنا موضوعا يعني الحديث عن الصين مثلا عندما هجمت منظمة الصحة العالمية دي أدام الأدوات عندما تتحدث عن WTO تتحدث عن الدولار يعني الموضوع فيه اللي حاصل في العالم ربما يمكن حاجة بالتأثر في الدول أسواء النشأة أو الدول النمية لأنه أهم أكثر تأثيرا لكن الحديث ببيد الكبار بيؤكد أنه إنت زي القمة دي وكانت فيه قمة في مايو 21 ده برضو بيحاول يسيطر على بعض الدول اللي اللي فيها نفوذ 15 دول اللي بقود جديد في أفريقيا ويبدأ يتكلم عن التمويل ويحاول يخلق دور في النظام العالمي الجديد كل واحدة من الدول العظمة فيه اثنين شغالين روسيا والصين شغالين في منظومة وبعاهم النهاردة البرازيل والهند والهند النهاردة الهند الجديدة القادمة بعد الإصلاحات الضربية والعيكالية للدمس والهند واقتصاد قوي ودخل بشكل جيد وبشكل قوي الموضوع لازم نبقى احنا في شعوب عندها وعي اقتصادي وثقافة وعي اقتصادي تعي تماما ذلك وخلي بالك في محددات أساسية بدون ثقافة الشعوب حول الانتاج والتشغيل وحب الانتاج يمكن ذي الكلمة اللي دايما السيد الرئيس يقولها لازم نشتغل لازم ننتج حتى دايما يقول انه لازم تصحوا من بدري عشان خاطر نبتدي ننتج في يومنا